موسيقى مساء نهور والبركة النشرة الاخبارية من تلفزيون سما اليكم ابرز عنوينها موسيقى تواصل استقبال المشمولين بالتسوية في محافظة ايدا ريزور والرقا موسيقى الدفاع الروسية الاساطير البحرية ستجري سلسلة تدريبات في جميع مناطق تمركزها موسيقى موسيقى تواصلت عملية التسوية لليوم التسعى على التوالي في مركز مدينة السبخة بريف محافظة الرقا المحرر رغم تكثيف ميليشيات قسد معوقاتها للتأثير على العملية ومن بينها منع الناس من الذهاب الى مركز التسوية وتصعيد عمليات اعتقال كل من سوى وضعهم كذلك من يرغب بالتسوية طبعا من الساعات الاولى الاعلان هذه المبادرة والرسالة الكريمة من رجل كريم رجل كبير هو القائد بشار الاسد توفدت كل ابناء محافظة الرقا من الطباء ومهندسين ومن عمال وفلاحين الى هذا المركز اعلنت الولاء والوفاء لقائد الوطن الاجراءات بشكل عام مفدة عن الخوف خالص النظام عادي حركة طبيعية الله كأنه عندهلنا كأنه عندهلنا ما شاء الله طلع شونها الوجوه الحلوة موجودكم وموجود سيادة الرئيس نحن نشكر السيد الرئيس على المكرمة يعطينا الفرصة للمصالحة والتسوية وأن الفخر أن نعود الى حضن الوطن الصحة مقوله كله يرجع الى حضن الوطن الكل بدون استثناء طائم مكرمة تضيع فرصة على خط موازن افتتحت الجهة المعنية مركز التسوية في صالة الاتحاد العمال بمدينة دير الزور وذلك في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة جاء ذلك وقوفا عند رغبة المئات ممن لم يتمكنوا من الوصول إلى مركز التسوية خلال الأسبوع الماضية نتيجة العرقيل التي تضعها قسد أمامهم والذين يسكنون في منطقة الجزيرة إضافة إلى المواطنين الذين لمسوا فعليا المردود الإيجابية للتسوية بناء على تجارب من سبقوهم إليها أمور التسوية الحمد لله سهلة وسريعة وكل الشباب متجاوبين مع الشعب والتسوية هي مشروع وطني ناجع إجراءات بسيطة وخمس دقائق لا يوجد أي شيء الحمد لله الله يوفق الرئيس والما يروح والحمد لله ينفتح المجال هذا العالم والله يوفق هوما يروح ننصح كل إنسان اللي ما عمل تسوية يعمل تسوية بهذا المجال بصراحة لأنه هذا المجال أهم مجال بكل أنحاء القطر شكلت فرار صالي أربع سنين بشكل فرار وصار فيه تسوية من سيدنا الرئيس الله يخلينا يا رب وأنصح كل شيء واحد برات سوريا ويجي يخدم الوطن سيادة الرئيس عطانا هالمصالحة هالتسوية عشان نرجع على حضن الوطن نرجع لصفوف الجيش العربي السوري وأنا أنصح كل كل شخص برات البلد وليه يرجع على حضن الوطن ويخدم هالبلد الرئيس العين والرأس وكل شيء سوي شيء زيان ومصالح الشعب وأموره الحمد لله تمام وكنا ممنونين على عطاءه وكرمه للشعب للمواطنين نستفيد منها كثير الخدمة الذهبية يعني ما نحن يا سيد الرئيس أنه داخل بلدنا وغير يجدين يمأهلنا ومشكور سيد الرئيس قتل مسلح من ميليشيا قصد عصيب اثنان أخران في مدينة هجين شرق ديرسور وذكرت مصادر محلية أنه هجوما للفصائل الشعبية بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية تابعة للميليشيا في مدينة هجين ما أسفر عن مقتل مسلح وإصابة اثنين آخرين أفاد مراسل سما في محافظة درع بأن الجهات المختصة أحبطت عملية تهريب كميات من الكابتاجون المخدر كانت في طريقها باتجاه الحدود الأردنية من خلال متابعتنا لإحباط عملية تهريب الموارد المخدر للأردن قمنا بمصادرة كمية كبيرة تقدر بحوالي مئات الألاف من الحبوب المخدر كانت معدل تهريب إلى الأردن عبر حد السوري الأردني قطاع محافظة درعا تحديدا حيث قمنا بتوقيف عدد من أشخاص المهربين وسنعمل على إحالتهم القضاء المختص ومتابعة باقي الأشخاص لتوقفهم وإجراء اللازم بحقهم ونحن مستمرون بمتابعة المواد المخدرة وإحباط عملية تهريبها إلى الأردن شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطلاطا ثلجية ومطرية متفاوتة الغزارة سجل علىها خمسين مليمتر في تلك الأخ بحمص وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة بنحو أربع إلى سبع درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جويا ضعيف يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا أفاد مدير الخدمات الفنية بحمص بأن المديرية تخذت كل الإجراءات تحسبا لأي ظروف طارئة نتيجة الأحوال الجوية السائدة وبين أنه تم رش الملح على طريق ظهر القصير الرادار بريف حمص الغربية نتيجة تشكل الجليد وتسهيلا لحركة مرور السيارات جبالا وطرقات بمنطقة ظهر القصير اعتادت أن تكتسي باللون الأبيض خاصة في هذه الفترة من السنة منطقة ظهر القصير التي تعتبر من النقاط المرتفعة وتحتوي عشرات القرى كانت مستعدة بآليات الخدمات الفنية وعمالها وعناصر الوحدات الشرطية لتأمين الطرقات ثلاثة أيام من العمل للآليات بجرف الثلوج ورش الملح وتأمين المواد الغذائية والضرورية للمواطنين من بداية العاصف السلجي على محافظة حمص مثل ما تفضلت ثلاثة أيام إلا أننا كخدمات فنية مديرية خدمات فنية هم يشتغل أكثر من محور من ضمنه محور ظهر القصير الرادار في آليات في العاملين ومديرية خدمات فنية لإزالة الجليد بالمنطقة وتحطوها تصيير حركة المواطنين في محور تاريش اشتغلنا مبارحة بالليل ومستمري بالعمل باتجاه تدمر الفرقوز تحديدا وفي محور البريج باتجاه طريق حمص دمشق نقوم الآن حاليا بتوجيهاتنا سيد اللي واقع الشرطة بمؤذرة آليات الخدمات الفنية من أجل فتح طريق عام شين مجتل حلو نحن الآن بموقع ظهر القصير لا يوجد كسافي السلوش ولكن المعاناة من الجليد حاليا اقطعنا نصف المسافي بس متمنى من الأقوى المواطنين التأكد من الحالي الفني دائما للسيارة والاستعلم عن الطرقات عن طريق قيادة شرطة رقم 180 ومتمنى السلامة للجميع درجات وحرارة منخفضة وحسب مصادر قناة سما من الممكن أن يتشكل الجليد على الطرق الرئيسية فالانتباه والحذر واجب وتخفيف السرعة ضرورة حفاظا على السلامة العامة ثلاثة أيام على التوالي وتقوم آليات مديريات الخدمات الفنية في محافظة حمص بالتعاون مع الوحدات الشرطية بتأمين جميع الطرقات إن كان حمص دمشق أو حتى ظهر القصير الذي يخدم أكثر من خمسين قرية لتأمين حركة المواطنين وإيصال المواد التموينية الضرورية للأهالي كند الخضر لقناة سما الفضائية من ظهر القصير حمص تساقط الثلوج في محافظة الحسكة عادة ما يشير إلى موسم زراعي وافر ما خلق جوا من التفاؤل لدى الأهالي بأيام خير قادمة على عاصمة القمح السورية يوم عامر بالخير والعطاء عاشته مدن وبلدات محافظة الحسكة التي اكتست الثوب الأبيض في حدث نادر لا يحصل إلا كل عدة سنوات مرة والثلج في الحسكة عادة ما يشير إلى موسم زراعي وافر ما خلق جوا من التفاؤل لدى الأهالي بأيام خير قادمة على عاصمة القمح السوري اليوم عيد فرح يعني كافة الناس الموجودة بعثوار لأنه هذه السنة الثانية محل وأغلب الناس عندها أعراض الزراعية لزراعة الحبوب ونتمنى من رب العالمين أن يكمل الخير اليوم كليات مبسوطة على هذا الثلج ما شاء الله عطاء عن من الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اليوم فقنا الصبح بكير وشفنا هالثلج وإن شاء الله تكون بشائر خير على هالبلد والله يحمي هالبلد وإن شاء الله تكون هالثلج هذا الأبيض يكون وجه خير لهالبلد والله يحمي الجيش العربي السوري الحمد لله الله يبعث الخير يا رب ويديم الأمن والأمان إن شاء الله ورغم ظروف البرد القارس تواصل وحدات الجيش والوحدات الشرطية عملها في تأمين حماية الأهالي وتنظيم السير بما يضمن السلامة من مختلف الحوادث نحن على مدار الـ 24 ساعة دوريات فرع مرور الحسكي قائمي بالشوارع مختلف الساحات والطرق والنقاط عناصرنا موزعين نقوم بعملنا بمساعدة الأخوة السائقين بتنظيم حركة السير من نظر حركة السير مساعدة المشات ومن أمل من الأخوة السائقين بهذه المرحلة الباردة والتقس البارد تفقد المركبي من ناحية ما سحاد الزجاج فعالية المكابح بطارية المركبية تفقد المحرك بشكل كامل للسيارة وتوخي الحطاء الحزر أثناء القيادة نحن هنا الجيش العربي السوري في محافظة الحسكي رغم الظروف الجوية ورغم تساقط السلوج والبرد مستمرين في أداوة جبنة بالدفاع عن الوطن وتعمين حماية المواطنين ومرورين بشكل سليم والسلس هنا إلى داخل المدينة وسنبقى الجند لو فيه لهذا الوطن وقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد نحن على صرف المرور الحسكي دومين على مدار الساعة بالشوارع والتقاطع المدينة الحسكي برغم الظروف الجوية بس موجودين نحن متواجدين ننصح الأخوة الساقين بالقيادة بشكل حزر جدا تنشر أجواء الثلج والخير التفاؤل والأمل بمواسم زراعية جيدة تؤمن فيها البلاد حاجتها من الخبز وتنعكس إيجابا حتى على توفر المراعي الطبيعية لتروة الحيوانية في الجزيرة السورية التي يعتمد السواد الأعظم من سكانها على الزراعة أيها مرعي لقناة سماء محافظة الحسكة تضررت مئات من البيوت البلاستيكية نتيجة الظروف الجوية السائدة بالمنطقة الساحلية من رياح قوية وتنين بحري وموجة سقيع وأمطار غزيرة ثقيلة جاءت العاصفة على محافظة اللاذقية هذه المرة والتي أدت إلى أضرار متفاوتة على الزراعات المحمية فموجة السقيع المسيطرة على المنطقة الساحلية ضربت مئات البيوت البلاستيكية المزروعة بالكوسة والبندورة والباذنجان والخيار وغيرها إضافة إلى مساحات من أنفاق مزروعة أيضا إضافة إلى الحمضيات ساعة واحدة بالليل إجاء تنين وشال الهنجارات كلها 13 قبية ما تركش وشفتوا بالصور وكتر خير الوحدة الإرشادية والزراعة وجوا لهون وقاموا بواجبين وإن شاء الله يعني الخوف على المزارع كمان اللي هون المزارعين ستة سبعة ما يعيشوا من وراء المشروع بالإضافة يعني ما عنا عارف شو ما يشتوي الأضرار لم تقتصر على منطقة في ريف اللاذقية وجبلة وإنما ضربت في مواقع وأماكن متعددة في قريت سيانو ودوير بعبدة والأشرفية والراهبية والبرجان ولقطيلبية ودوير الخطيب والسخابة والشراشير وحميميم بريف جبلة وكذلك قرى بني عيسى وعين العروس ورويسة لبساتنا بمنطقة القرداحة والسامية وخربة هيشوت وترجانو والرويمية بمنطقة الحفة إضافة إلى مشقيطة بمنطقة اللاذقية طبعا متعلمين أنه نتعرض لهوى لتنين خفيف يطير قبة معينة مثلا أو يصير كبس بجهة معينة من الحديد ولكن اليوم كارسي كارسي زراعي نظامي 13 قبة حملت تنين وشالها لمحل تاني قدت لضرر كبير طبعا الضرر فينا نحده بال45 مليون أنا واحد العائلة المضررة بلا التنين اللي ضرب ومعيسة أنفس الحمد لله رب العالمين وشو هكي الحمد لله رب العالمين والصورة بتكفي وتوفي على الوضع أضرار بالجملة جاءت ثقلا ووجعا على المزارع في الوقت الذي كان يأمل فيه أن تبيت الكهرباء في محمياته وبيوته فترة الصقيع ولكن من ريف اللذقية باسم عباس قناة السمى الفضائية نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد أفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في مديريات محافظة شبوة وأظهرت المشاهد محاولة تقدما لأرتال ومدرعات للمرتزقة في المناطق المفتوحة قبل أن يفشل تسللهم للجيش واللجان من السلاسل الجبلية المنتشرة على طول خط المعركة تحاولين الزهر وعاكم المفاشلين بقوة الله تم أعطاب آدم درعا يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد يا الله جددت الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بالمقابل اشتبك مقاومون مع قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية في منطقة جنين فجر اليوم اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن أن أي دخول للعسكريين الروس إلى الأراضي الأوكرانية سيعد عملية غزو متوعدا بدفع روسيا ثمنا باهظا لو قرر رئيسها بلاديمير بوتين مهاجمة أوكرانيا إذا تحركت أي مجموعة من الوحدات الروسية على الحدود الأوكرانية فيعتبر ذلك غزوا أكدت لبوتين خلال اتصالاتنا أنه إذا قرر تنفيذ عملية الغزو فإن بلاده ستدفع ثمنا باهظا أفادت صحيفة والستريت الجورنل بأن واشنطن أرسلت رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنس إلى برلين وكييف قبل أسبوع من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكن إلى المنطقة وذلك بهدف إقناع الدول الأوروبية بالالتفاف حول رد أكثر صرامة ضد موسكو وفي التطورات أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بيربوك أن أي عمل عدائيا روسيا جديد ستكون له عواقب وخيمة وذلك فيما تستضيف بيرلين محادثات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لمناقشة ما تصفه بالتهديد الروسي وخلال مؤتمر صحفي توعد نظيرها الأمريكي أنتون بلينكن بالرد على أي تجاوز روسي للحدود الأوكرانية مؤكدا أن روسيا لا تملك قوة الغربيين مجتمعة قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا أن التصريحات الغربية حول تحضيرات روسيا لهجوم مزعوم على أوكرانيا هي غطاء إعلامي لاستفزاز موسكو روسيا على قناعة أن كل هذا التهويل الإعلامي غرضه الاستفزازات بما في ذلك الاستفزازات ذات الطبيعة العسكرية والتي يمكن أن يكون لها عواقب مأساوية على الأمن الأقليمي والعالمي ندعو الدول الغربية إلى التوقف عن المساهمة في عسكرة الأزمة الأوكرانية وجرها إلى الناتو وبدلا من ذلك ندعو الدول الغربية توجيه جهودها للتجهيئ كييف على الانتفال الاتفاقية مينسك والالتزامات الدولية الأخرى أيضا أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها البحرية ستجري سلسلة من التدريبات الضخمة خلال الشهرين الجاريين والقادم في جميع المناطق الخاضعة لمسؤولية الأساطيل الروسية ووفقا للوزارة سيشارك في التدريبات حوالي 10 ألاف جندي و140 سفينة حربية وسفن دعم وأكثر من 60 طائرة وألف وحدة من المعدات العسكرية وقالت الوزارة أن تدريبات ستركز بالأساس على عمل القوات البحرية والقوات الفضائية لحماية المصالح الروسية في المحيطات كذلك لمواجهة التهديدات وفي تطور موازن أعلنت موسكو أن قواتها تجري مع نظيرتها الصينية والإيرانية تدريبات عسكرية بحرية مشتركة في مياه خليج أومان أما الآن مشاهدين فأليكم آخر أخبار الاقتصاد دواء تيماء حيدر ساخر تيمان مساء نورو شكرا مساء الخير مشاهدين مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العنوين موسيقى تسويق الحمضيات يسير بخطة متسارعة في الساحل السوري واستجرار حوالي 3000 طن بقيمة إجمالية 200 مليار ليرة سوريا المزاد الأول لسندات الخزينة نهاية الشهر الجاري موسيقى أهلا بكم وصلت الكميات المستجرة من الحمضيات في محافظتي تردوس واللازقية من قبل السورية للتجارة إلى حوالي 3000 طن من مختلف الأصناف فيما بلغت الكميات التي تم استجرارها من قبل تجار سوق الهال والمراكز التابعة له في محافظة تردوس 250 طن وبيّن الياس ماشطة معاون المدير العام للسورية للتجارة أن المؤسسة اشترت الحمضيات من المزارعين بسعر أعلى بكثير مما كانوا يبيعونه للسوق ومن دون تحميل المزارعين ثمن الصناديق وأجور النقل وعز ماشطة السبب في الخسائر التي تكبدها المزارعون أنها تعود لعدم تناسب أسعار الحمضيات في الأسواق مع تكاليف الإنتاج الأمر الذي أدى لعزوف البعض عن القطاف ورمي الثمار خلال الآوينة الأخيرة إلى ذلك أوضح ماشطة أن السورية للتجارة ستعمل تجربة الحمضيات على كافة أنواع المزرعات مشيرا إلى أنه سيتم تعميم تجربة خيم الحمضيات في كافة المحافظات بعد نجاح التجربة في ضاحية قدسية إضافة لتسويق الحمضيات في صالات السورية للتجارة تسعى المؤسسة لشراء الفروج من المداجن وطرحه في صالاتها بأسعار منافسة للسوق إضافة إلى طرح الخضر والفواكه ومؤخرا يتم بيع عبوات الماء من دون البطاقة الإلكترونية جميع المجمعات والصالات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة السورية للتجارة بالمواد المشمولة بالسعر المدعوم أو المتاح شراؤها بسعر التدخل الإيجابي المنخفض لضمان وصولها للمواطن دائما نؤمن العلاقة ما بين الفلاح وما بين المواطن ما بين المنتج وما بين المستهلك ونقلل الحلقات الوساطة وحول مادة الفروج المؤشرات تؤكد أن ما من حلول قريبة ولا بعيدة للأزمة التي يعيشها قطاع الدواجن منذ عدة سنوات السورية للتجارة عملت مؤخرا على شراء الفروج من أصحاب المداجن لبيعها بأسعار مناسبة الفروج الذي كان سابقا تم تخزينه لفترة الغلاء وتم تزويد كافة الصلاة بكافة المحافظات كمان لاحظنا كان فيه رضا عام من الأخوة المواطنين على هالمنتج هات ومستمرين بتواجد اللحوم الحمراء والبيضاء بكافة الصلاة التي فيها إمكانية التبريد ضمن مسالخنا طبعا هي المسالخ التابعة لسورية التجارة ورقابة صحية كاملة إن كان للفروج كمان مداجن فيه شيء تابع لأنه فيه شيء من الأخوة المربين لدينا غرف تبريد بكافة المحافظات وجمادات بنقدر نحن أنه نخزن فيه الفروج بطريقة السعق بالتبريد اللي أنا بس بحب أوضح للأخوة المشاهدين أنه في منهم بيسمعوا أن الصعق بيفكروا صعق بطريقة معينة وشي هو الدبح على الشريعة الإسلامية الدبح حلال بتصفى الدم تمام وبعدين الصعق هو التبريد بسرعة هي يعني التجميد المفاجئ والإمكانية حصول المواطنين على عبوات الماء من صالات سورية للتجارة أصبح بالإمكان الحصول على المادة من دون بطاقة إلكترونية خصصتنا وزارة الصناعة 70% من إنتاجها من المياه معامل المياه الأربعة اللي موجودة على الساحل فيه 2 وفيه 2 هنا بالداخل الكميات كاملة 70% عم بتم توزيعها بطريقتين طريقة للأخوة المواطنين بالإنفرع على طريق البطاقة اللي حق بمتواجدة بكامل الصالات والجملة هي للفعاليات السياحية والاقتصادية ضمن الموافقات خطوات تسجل للسورية للتجارة في الآوينة الأخيرة ويبقى المواطن على أمل تخفيض الأسعار في الأسواق ومحال البيع المفرق ليتمكن من شراء المواد التي خرجت عن مائدته أعلنت وزارة المالية موعد المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 الاكتتاب على سندات خزينة بأجل خمس سنوات وبقيمة إجمالية 200 مليار ليرة وذلك يوم الاثنين الحادي والثلاثين من كانون الثاني أشجاري وحسب بيان للوزارة يحق للمصارف الخاصة والعامة العاملة في سوريا كلها الاكتتاب على هذه السندات كما يحق للأفراد الطبيعيين والأتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من المصارف العاملة بعد تفويد المصرف بالاكتتاب على هذه السندات ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الوزارة لتأمين مصادر لتلبية احتياجات تمويل الانفاق الاستثماري للموازنة العامة للدولة على أسس حقيقية غير تضخمية وبهدف خلق فرص استثمارية للقطاع المصرفي بحث المهندس محمد حسن قطن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي مع وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن آليات تسويق المنتجات الزراعية لأسواق البلدين وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون وفقا للاتفاقيات الموقعة بينهما وركز الجانبان على أهمية دعم عملية التكامل بين البلدين العربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي وإمكانية تبادل الخبرات والمعلومات التي تمكن من تطوير الإنتاج الزراعي بين البلدين وتبادل نتائج المشاريع الناجحة وإيجاد مشروعات عابرة للحدود بينهما كما بحث وزير النقل المهندس زهر خزيين مع وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن سبولة تفعيل علاقات التعاون بين البلدين ومواجهة تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية وحاديات الجانب المفروضة على سوريا والتي تؤثر على عملية نقل البضائع وحركة الشحن البري والترانزيت وناقش الجانبان موضوع الرسوم المطبقة على حركة نقل الشاحنات والترانزيت وآليات نقل البضائع حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل فنية مختصة لبحث المواضيع المطروحة ضمن الاجتماع الحالي وتهيئة الأرضية المتكاملة للخروج بنتائج تخدم مصلحة الشعبين بمجال النقل والتبادل التجاري في إطار السعي للارتقاء بالواقع السياحي في محافظة درعة ودعم المشاريع السياحية بعد حالة الاستقرار التدريجي التي تشهدها المحافظة وزير السياحة يزورها ويبحث مع المعنيين سبل تطوير الواقع السياحي فيها بهدف النهوض بالواقع السياحي لمحافظة درعة والتي بدأت حالة الاستقرار ترتسم تدريجيا فيها بعد المصالحات الوطنية التي حصلت بها في الآوينة الأخيرة زار وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني المحافظة وبحث ضمن اجتماع موسع مع المعنيين صعوبات العمل إضافة لسبول تطوير الواقع السياحي بالمحافظة التي تمتلك جملة من المقاومات السياحية التي تحتاج للدعم بشتى المجالات فيما تخللت زيارة الوزير جولة على مواقع سياحية عدة بعضها منجز وبعضها قيد الإنجاز والاستثمار إضافة لزيارة مباني الثانوية والمعحد الفندقي بمدينة درعة نحن كل زيارات الوفود الحكومية تأتي بتوجيهات كريمة من قائد الوطن بإعادة الألق لمحافظة درعة لدينا خطة لإعادة قاطرة السياحة في هذه المحافظة كما تشاهدون نحن اليوم في المبنى التعليمي لأن التعليم والتخطيط السياحي هو الأساس لدينا هذا المشروع المعهد الفندقي وأيضا بعض الأعمال الصياني والتأهيل في المدرسة الفندقية لدينا بعض المشاريع الاستثمارية ترح مشاريع للاستثمار السياحي والاستعداد الحكومي لتقديم التسهيلات اللازمة نقاط رئيسية تم التأكيد عليها تزامنا مع الجهود المبدولة في إطار تحديث الخارطة السياحية بمحافظة درعة لإنشاء مشاريع سياحية جديدة وإعادة إقلاع المنشآت المتوقفة جراء سنوات الحال حاليا الخدمات التي تقدم في المحافظة لتمكين المستثمرين من إقامة مشاريع هي تتعلق بسواء كان الطرق أو المرافق العامة من مياه وصرف صحي وغيرها وإنارة طرقية وكذلك الاهتمام الذي يعطى لكل هذه المنشآت في إطار استمراريتها وإعادة عملها أفضل مما كانت تشكل زيارة السيد الوزير قيمة مضافة كبيرة لقطاع السياحة في درعة بتفقد المشاريع السياحية التي إن شاء الله ستنطلق في الأشهر القليلة القادمة يذكر أن محافظة درعة تزخر بمقومات همة لدعم النشاط السياحي لا سيما البيئة المناسبة والأثار التاريخية إضافة لموقعها الجغرافي فيما يذكر أن العام الماضي شهد ترخيص منشآتين سياحيتين جديدتين في المحافظة ليصبح إجمال المنشآت السياحية العاملة فيها ثماني منشآت فراسل أحمد لقناة سمال الفضائية محافظة درعة أعلن الأردن أن انتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية عبر سوريا ستوقعها الدول الثلاثة الأربعاء المقبل وفي بيان صدر عن وزارة الطاقة والسروة المعدنية الأردنية فإن الاتفاقية تنص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميجاوات كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميجاوات في باقي الأوقات وأوضح وزير الطاقة الأردني أن سعر بيع الكهرباء للبنان لن يحقق أي خسائر للنظام الكهربائي الأردني حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع دع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الدول الأكثر ثراء في مجموعة العشرين إلى تقديم مزيد من إعفاءات الديون للبلدان الأقل نموا في العالم مشددا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من تدفق الأموال والنمو في الدول النامية وجاء ذلك وفقا لوكالة فرانس بريس بعد إعلان شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة أنها ستنفق عشرات مليارات الدولارات لشراء شركة ألعاب فيديو حيث قلم الباس خلال مؤتمر صحفي أمس أظهرني خبر استثمار شركة مايكروسوفت 75 مليار دولار في شركة ألعاب فيديو مقارنة بتبرعات بلغت 24 مليار دولار فقط على مدى ثلاث سنوات قدمتها 48 دولة في كانون الأول الماضي لمساعدة البلدان الأكثر فقرا أخبارنا الاقتصادية انتهت شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى وفاء شكرا يعطيك العافية تايما الله يعافيك أهلا بكم افتتح قسم جراحة الفكين وزراعة الأسنان في مشفى الرازي بحلب بعد إعادة تأهيله ويجري القسم 245 عملية شهريا كما تم تجهيز غرفة زراعة الأسنان لمساعدة الأهالي بأسعار رمزية بعد إعادة تأهيله كبناء وتجهيزات افتتح في مشفى الرازي بحلب قسم جراحة الفكين وزرع الأسنان إضافة إلى افتتاح قسم جديد لزراعة الأسنان وذلك تعويضا عن أذيات الطلق الناري أو أي عمل جراحي تجميلي أضفنا قسم جديد هو قسم الزرع هذا القسم يخدم المرضى وخاصة المرضى اللي تعرضوا لإصابات حربية سابقة وفقدوا جزء من الفك نحن هم نقدم طعوم عظمية ونقدم غرسات أو زرعات يضم قسم زرع الأسنان في شعبة جراحة الفم والوجه والفكين كفتا خدمات القسم حيث يقوم ب145 عملية شهريا تتضمن عمليات التخدير العام ومعالجات الإصابات الرضية بالإضافة إلى مرضى الإصابات الحربية وغيرها من العمليات الأخرى نحن هلأ حاليا نفطور تجديد كامل للقسم قعدنا افتتاح قسم جراحة الفكين بالطاقة الكاملة 100% غرفة العمليات كاملة غرفة عمليات عامة كاملة تقوم كافة العمليات الجراحية سواء من الأورام أو من ناحية الكسور الفكية ومن ناحية أيضا التعويض عن أزيات الطلق الناري ضمن خطة التطوير العمساوية ضمن القسم حاولنا نحدث الأجهزة نحاول نقدم خدمة مجانية طبية للمرضى بحيث أن نحن نحاول نحسن لهم الحالة خاصة ضمن ظروف المعيشية الموجودة حاليا بالبلد فقدر الأمكان نقدم خدمة طبية جيدة بمستوى محترف وبنفس الوقت نرفع كفاءة الأطباء المقيمين تم تجهيز غرفة زراعة الأسنان كهدية لمساعدة الأهالي في ظل الظروف المعيشية الصعبة وبأسعار رمزية وكفاءة عالية من الطاقم الطبي قناة سمى الفضائية كنان علوش حلبة شهباء مشاهدين يعاني البعض من الشعور بآلام في الرقبة ترجع لأسباب عديدة من بينها ما يسمى بديسك الرقبة أو الانزلاق الغدروفي العنقي الذي تصل مضاعفاته إلى صعوبة تحريك أحد الأطراف فما السبب الانزلاق الغدروفي العنقي وما هي أعراضه وما الإجراءات العلاجية التي يتم اتحادها يمكن أن يؤدي الأفراط المستمر في استخدام عضلات الرقبة والذي يمكن أن يكون ناتجاً عن وضع الرقبة السيء أثناء الأنشطة اليومية إلى إجهاد عضلات الرقبة مما يتسبب في آلام الرقبة المزمن وتيبسها غالباً ما يكون الألم أسوأ مع الحركة وقد يترافق مع الصداع وتشنجات العضلات وتقييد حركات الرقبة ديسكو الرقبة هو الحالة الصحية التي تحدث عن تضرر أقراص العامد الفقري إذ تحتوي هذه الأقراص على مادة هلامية في وسطها ويعمل الجزء الخارجي من القرص الذي يتكون من غضروف ليفي على الحفاظ على هذه المادة ولكن عند تمزق الجزء الخارجي للقرص أو تصدعه فإن ذلك يسبب خروج جزء من المادة الهلامية ما يسبب انفتاق القرص وإذا يعرف ديسكو الرقبة باسم انفتاق القرص العنقي وهذا الضرر من الممكن أن يحدث في أي منطقة من العامد الفقري ولكنه أكثر شيوعاً في الرقبة وأسفل الظهر عوامل عدة تساهم في تضرور أقراص العامد الفقري تتمثل التقدم بالعمر مع التقدم بالعمر تفقد هذه الأقراص بعضاً من السائل الذي يساعد في بقائها مرنة إصابة العامد الفقري تحدث نتيجة ممارسة الرياضة بشكل خاطئ أو حمل إجسام ثقيلة مما يمكن أن يسبب تضرور الأقراص وبالتالي الإصابة بالدسك نمط الحياة لنمط الحياة اليومي دور في تضرور الأقراص في العامد الفقري السمنة الإصابة بالسمنة تزيد من الضغط على العامد الفقري الأمر الذي يضغط بدوره على الأقراص بشكل كبير ويجعلها أكثر عرضة للتضرر الحركات المفاجئة العنيفة يمكن أن تسبب تلف أحد أقراص الرقبة أيضاً أما بالنسبة لأعراض الإصابة بدسك الرقبة فتتمثل بي آلام الرقبة تنميل أو خضر في الكتفين أو الذراعين أو اليدين ضعف في اليد أو الذراع وهناك آراض أكثر خطورة إذا تسبب دسك الرقبة بالضغط على الحبل الشوكي مثل ضعف القدمين مما يسبب صعوبة المشي وفقدان التوازن ووغز أو شعور يشبه الصدمة يسر في الجسم حتى الساقين صعوبة استخدام اليدين والذراعين للمهارات الحركية الدقيقة يتم علاج الإصابة بدسك الرقبة في بداية الأمر عن طريق علاجات غير جراحية وقد يصف الطبيب أدوية أقوى كحقن الكورتزون في حال استمرار الأعراض وتفاقمها وأحياناً يضطر المصاب إلى الاستعانة بأقراص صناعية بدلاً من تلك المتضررة إلى عنوين هذه النشرة تواصل استقبال المشمولين بالتسوية في محافظة أيدي ريزور وريف الرقا الدفاع الروسية الأساطيل البحرية ستجري سلسلة تدريبات في جميع مناطق تمركزها هذا كل ما لدينا شكراً لكرم المتابعة إلى القرآن اشتركوا في القناة